صنعاء عاجل توجيهات رئاسية بشأن العقارات وأقلام التوثيق وقائمة سوداء بالمزورين لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم قيادات السلطة القضائية وخلال اللقاء تمت مناقشة الإجراءات والمعويقات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل في السجل العقاري ووجه فخامة رئيس المشاط بإصدار قرار إنشاء أقلام التوثيق العقاري وسرعة تدشين العمل فيها كون التوثيق هو المختص بالإشراف والرقابة على أعمال الأمنة وذلك لحل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التسجيل في السجل العقاري ومما يكفل ضمان والتثبت المعاملات لما لذلك من أهمية في استقرار الجانب العقاري والحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين مع الاحتفاظ لهيئتي الأراضي والأوقاف الحق في المنازعة في أي محررات ترد على حقوقها كما وجه بإعداد قائمة سوداء بالمزورين ومن صدر بحقهم أحكام أو اشتهروا باستخدام محررات مزورة للبسط على أملاك المواطنين وضبطهم وإحادتهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها